السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين لايكات وشير وسبسكرايب وكومنت حلو لو انتم معنا جداد ما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم الاشعارات ان شاء الله النهاردة هنسوي وصفة لزيزة خبز الشباتة او البراطة الهندي نفس مطاعم الهنود واحلى وانضف وبطريقة سهلة وسريعة وبيبقى حلو جدا في الفطار مع الشاي او مع العسل والجبنة في الصحور وشايفين طبقات ومستوي من داخل ومن خارج يعني انا لما بيشتروا ما عندنا في البيت زوجي بيجيبوا من المطاعم بيبقى عجين من داخل شايفين الطبقات اهو ومستوي وتحفة لايكات بقى وشير بسرعة للفيديو يلا نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير هنبدأ اصحابي انا هعمل اربع اكواب طحين اللي هما ما يعادل نص كو نص كيلو طحين جميع الاستخدامات طبعا تقدروا تضيفوا خليط ما بين الطحين الاصمر اللي هو طحين البر والطحين الابيض او تعملوا كله طحين البر اللي هو الاصمر يعني كل واحد حسب بقى ما يحب هنضيف حوالي ربع كوب زيت وهضيف رشة ملح خفيفة وهفرق الاول الزيت مع الطحين والملح ما بيبقاش فيه خميرة ولا بيكين بودر ولا اي حاجة بعد ما هنفرق شوية بشوية يعني هو تقريبا النص كيلو تقريبا هياخد كوب وربع مية تقريبا يعني تعرفين الطحين بيختلف من مكان لمكان فبتختلف نسبة المية للعجن بعد ما بتبدأ تجميع العجنة كده لازم نسيبها في العجن خمس دقايق حتى تتعجن كويس وتصير ملساء ونعمة وانت برضو لو بتعجيني على ايدك على الرخامة او في طبق بعد ما تجمع العجنة ما تقوليش العجنة كده تعجنت لا العجنة بعد ما تجمع محتاجة حوالي عشر دقايق على ايدك حتى تجمع شايفين هنا بقى العجنة اهي صارت ملساء ونعمة وجمعت كده المرحلة هده هنوقف العجان اهو شايفين هده سماكة العجين هطلعها من قناء العجان هخليها تريح بس عشر دقايق في العجان هخليها اغطيها وخليها تريح عشر دقايق فقط ولازم تغطيها عشان ما تسويش قشرة بعد ما رياحت عشر دقايق اهو مثل ما انتو شايفين هبدأ اخدها احط في الطبق مسحة زيت خفيفة وابدأ اخد العجين واكور كرات حسب حجم الرغيف اللي انت تحبيه بقى عايزة تريدي صغير تريدي كبير ووسط بتتحكم فيه بحجم الكرة اللي بتقطعيها اهو احنا هنعمله متوسط يعني مش كبير يعني يعتبر يميل الى الكبير يعني اهو وبنعملها كرة بنلم الاطراف للداخل وبنكورها ونحطها على طبق في مسحة زيت الحين هتكورهم كلهم بنفس الحالة بعد ما كورتوهم دهنتوهم دهنة بالزيت وهخليهم يرتاحوا من 15 ل 20 دقايق الميزة في الخبز هذا كل ما تريح العجين كل ما يفرد معاك بمنتهى السهولة لانه ولا فيه خميرة ولا فيه بيكين بوضة معتمد كله على تريح العجين فقط لغير هنا بعد ما ريحناهم وشايفين العجينة نعمة هنبدأ بقى طريقة التشكيل وهو طبعا فيه اكتر من طريقة للتشكيل بس هنخترت لكم اسهل طريقة والنتيجة ممتازة بنبدأ نحط على سطح العمل حوالي معلقة زيت كبيرة وبنبدأ بقى بفراد العجين او النشابة نفردها رقيقة جدا هو اهم حاجة انك تفرديها رقيقة جدا يعني لازم يكون سطح العمل يكون ظهر من تحتها زي ما انتو شايفين الرخامة ظهرة وببدأ امسك اطراف العجين وده هويها هم اصلا الهنود بيمسكوها بيلفوا العجينة زي فكرة الفطير في مصر عشان يهويها ويدخل فيها اكبر شايفين فقعات الهوى اللي دخلت كده هو ده الهوى اللي احنا نريده فانحنا طبعا ما بنعرفش نلف بقى العجين فبناخد الاطراف نهويها ونحط معلقة زيت ورش الطحين خفيفة وابدأ اكشكشها كده على بعض واجمعها اهو زي ما انتو شايفين اهو وابدأ لفها رول حوالين بعضها الطبقات هادي كلها اهي هنسوي واحدة مع بعض تاني عالسريق مسحة الزيت على السطح بتسهل عليك الفرد وبنبدأ نفردها لازم تكون العجينة رقيقة جدا من الوسط دائم من الوسط وزي ما انا بفرد باخد من الوسط على برة عشان تديك سمك يعني السمك كله زي بعضه اهو الاطراف مشتخينة كل العجينة متساوية رقيقة اهي وهم حاجة تدخلي فيها الهواء زي ما انا بقى عمل بالاطراف من كل الجوانب بعدين هبدأ اضيف معلقة زيت ورش الطحين خفيفة سنة بس يعني ممكن ما فيش اهو بس كده وبنبدأ نوزعها على سطح الرغيف ونبدأ نجمعهم على بعض كده كأننا بنكشكشها زي المروحة بالزبط اهو وابدأ المها على بعض والجزء الاخير بنحطه من الاسفل هعملهم كلهم بقى ونرجع نشوف الخطوة التانية مع بعض هنا بعد ما فرجت هم عطوني ستة ارغفة هنا بقى برضو اريحهم اقل حاجة عشر دقايق واغطيهم وبعدين نرجع نسيبهم بعد عشر دقايق نشوف الطريقة التسوية ان شاء الله لان انت لو حاولت تفرديها الحين هتتقطع منك فلازم تريحيها من عشره لخمستاشر دقايق سبتها انا حواري خمستاشر دقايق اهو شايفين ارتحت هنبدأ بقى نفردها ما بنحتاجش بقى نحط زيت ولا اي حاجة هي الزيت اللي فيها كافي بنوسعها الاول بادينا وبعدين بنشابة بنضغط ضغطات خفيفة بحيس ما نخرجش الهواء اللي داخل الطبقات اهو لان انت لو خرقتي الهواء اللي داخل هتبقى يعني العجينة جافة من داخل مش هتورق هنفرد واحدة تانية مع بعض بنوسع بادينا وبعدين تقدر تفريديهم كلهم مرة واحدة وبعدين تبدأ في التسوية مرة واحدة برضو عشان ترتبي الخطوات في المطبخ عشان ما تقفيش فترة طويلة يعني فريدي كل الارغفة مرة واحدة وحطي عليهم كيس بلاستيكي عشان ما يجفش السطح وبدأ يتسوية مرة واحدة اهو مثل ما انتو شايفين بمنتهل سهولة هنبدأ بقى مقلاية هنحط فيها معلقة زيت وننزل للرغيف كل سانيتين اول ما يبدأ بس يجيب في السطح زي ما انتو شايفين اهو على طول بنبدأ نقلب كل سانيتين بنقلب ليه عشان التسوية تبقى من الجانبين متساوية والطبقات تبدأ تورق وتفتح معانا الخبزة اهو زي ما انتو شايفين شايفين الفقعات ده دليل على ان الخبزة من داخل طرية وفيها طبقات كل سانيتين بنقلبها اهي شايفين بترتفق وفي الاخر بنحط مسحة زيت خفيفة اهو زي ما انتو شايفين هنسوي واحدة تانية مع بعض لازم تتظري حتى السطح يجف وبعدين تبدأ يتقلبي فيها اهو شايفين اصلا فقعات على طول بتظهر هنستمر بنفس طريقة العمل وفي الاخر قبل ما بنخرجها بنحط بس رفشة زيت خفيفة كده هنعمل اخر واحدة مع بعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هنا أصحابي بعد ما خبست كل الخبز شايفين قد إيه طريق وهش وخفيف وطبعا بتعمل بيه أحلى صندوشات لبنة جبنة اللي هي سهلة الفرد بس أنا للأسف ما بحبهاش فخلينا في اللبنة وهو شايفين مورق وطبقات إزاي ومستوي من داخل ومن خارج وبقال لنسبة زيت يعني كل الخبزة كلها ما أخدتش معلقتين زيت تقريبا اهو زي ما انتو شايفين خلينا نجيب لبنة بقى ونسويها صندويشة بنفرد اللبنة تفردوا جبنة عسل أي حاجة ينفع كمان للشاورمة ينفع مع البيض يعني هما الهنود أصلا بيأكلوا بيه كل حاجة اهو شايف وين لفناه والريحة والطعم رهيبة ان شاء الله تعملوه وتدبستوا عليه في السحور وفي الفطار لايكات وشير وسبسكرايب وكمنت حلو ان شاء الله ما قدير بسبتها في سندوق الوصف السلام عليكم واشوفكم فيديوهات جاية كتير رمضان كريم موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر